في العهد القديم منقرأ عن شعب إسرائيل كان في أرض العبودية في أرض مصر وبعد سنين كثيرة الله دعى موسى وهو بعمر 80 سنة أن يذهب إلى فرعون وأن يقول له أطلق شعبه يعني أطلق شعبه من العبودية إلى الحرية وعندما تقابل الله مع موسى نشوف عدة أمور أنه فعلا المؤمن الحقيقي هو الذي يأخذ موقف حقيقي ضد الظلم الاجتماعي وضد العبودية أيضا والرب قال لموسى الآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي ورأيت أيضا الضيق التي يضايقهم بها المصريون والآن هلما أرسلك إلى فرعون وتخرج شعب بني إسرائيل من مصر وفعلا الله استخدم موسى وهرون ووقفوا أمام فرعون وقالوا له أطلق شعبي لكن فرعون قص قلبه واضطر أنه فعلا الله يتم مشيئته وإراته أنه ضرب مصر بضربات عظيمة والضربة العاشرة كانت ضربة الأبكار فحيث أنه اضطر الشعب يترك أرض العبودية أرض مصر